بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى التوكل عبادة الصادقين الصالحين المؤمنين عبادة قلبية أمر المولى تبارك وتعالى بها حبيبه صلى الله عليه وسلم فقال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وأمرنا بالتوكل عليه في كل أحوالنا وفي أمور حياتنا قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن المتوكل على الله لا يجد تعبا ولا شقاءا وإنما يأخذ بالأسباب ويعلم أن رب الأسباب هو الذي يسير الأمر توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك بالجزع تساقط الرطب ولو شاء لجنته من غير هزة ولكن كل شيء في الكون له سبب لا يتنافى التوكل مع الأخذ بالأسباب وإنما يسيران في خط متوازي فمن عرف أو علم معنى التوكل الحقيقي يفهم معنى الأخذ بالأسباب ومن هنا فإن على المؤمن أن يزيد الإيمان بحسن التوكل قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن التوكل على الله والذي يوصل الإنسان إلى حيث يريد لكن من يعتمد على ماله أو يعتمد على جاهه أو على سلطانه فإنما يصل إلى التخبط في أمور الحياة من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على سلطانه ذل ومن اعتمد على عقله اختل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله ما قل ولا ضل ولا ذل ولا مل ولا اختل وإنما وصل قال أحد الصالحين إذا أغلقت أمامك السدود فعليك بآخر سورة هود آخر سورة هود فيها ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل هي النهاية أن يصل الإنسان إلى حيث أراد الله وإلى حيث قدر الله ولذا قال أحد الصالحين لا تدبر لك أمر فأولو التدبير هلك سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك التوكل يوسع الأرزاق وهو سبيل لسعة الرزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا تخرج في بداية اليوم ليس في بطنها شيء وتعود في نهاية اليوم وقد أكلت وشبعت وحملت أيضا طعام الصغار من ذويها ومن أبنائها ومن هنا فإن الرزق يزيد بحسن التوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى وفي نفس ذات الوقت التوكل يورث المحبة أو يعطي المحبة إن الله يحب المتوكلين لكن فرق شاسع بين التوكل والتواكل فبعض الناس يتواكل ويقولوا أن الله تعالى سيرزقني ويعطيني ويحميني ولن يتركني لا إنما عليك أن تأخذ بالأسباب وأن لا تنتظر من السماء أن تمطر ذهبا أو فضة وإنما عليك أن تبحث وأن تعمل وأن تكون من الجاد دين ومن أهل الطموح والقدرة والإرادة في كل شيء مع التخطيط الجيد مع الحلم احلم بجرأة خطط بدقة نفذ بإتقان هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا أخبرنا أن نتوكل على الله مع الأخذ بكل الأسباب ومع فعل الأسباب التي توصل إلى كافة وسائل وأمور النجاح إذن توكل على الله في فعلك واستقم كما أمرك الله وخذ بكل الأسباب وقل يا رب حتما سيستجيب اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم